كثر حملوا يعني أم كلثوم مسؤولية تخدير الشعوب العربية يعني بيعتبروا أنه الشعوب العربية أدمنت صوت أم كلثوم وأنها كانت يعني شبيهة بالأفيون وأنه هذا الشيء أدى إلى تغييب الوعي وهي هو شيء مات من قبل اليسار ومن قبل أخوان المسلمين أنا في كتاب ذكرت حادثة مهمة جدا أنه في بعلبك سنة سبعين أحد الكتاب كتب مقال في النهارة اللبنانية بتوقيع وورا لم يعني لم يتم اسمه الحقيقي وكتب أنه أنا لأوان لي مهجان بعلبك أن يتوقف عن مجيء أم كل سؤال لبعلبك لأنها تحط من مقدار التقدم الفني وأنها تؤخر شمس الأنوان العربية الحقيقة أن اللي رد عليه كان ثلاثة كتاب كبار يعني منهم جورجي رداق وكتب مقال يعني قال فيه أنه العرب عندما فتحوا المنطقة العربية كلها كانوا مخدرين بالإيمان وأن رسول عندما أرسى أفكاره كان مخدر بقيم الإنسانية التخدير عندما يكون من خلال قيمة عليها هو شيء محمود مش شيء سيء والطرب يعني كانت تغني مرة كل شهر إذن ده تخدير موضعي صغير جدا يعني مش كل يعني أنا قرأ أنه يختفوا تفرغ العالم يعني تفرغ الشوارع لكي تستمع إلى بعدين من خلال العربية من مرتانيا إلى البحرين هو صوتها هو الوحيد